بحثا عن أفضل وسيلة للإبقاء على حكومته حتى نهاية دورتها في نوفمبر العام المقبل اجتمع نتنياهو مطولا مع مستشاره للخروج بنتيجة تجنب اتلافه التفكك إلى أنه خرج خالي الوفاد بل ومصدوما باتفاق مبرم بين عدد لا يستهن به من الأحزاب اليهودية قد يعلن عنه في أي لحظة تطور دفع رئيس الحكومة المهددة بالتفكك إلى الحؤول دون إتمام هذا الاتفاق موجها وزراء حزبه الليكود ونوابه للإدلاء بتصريحات اتهمون فيها بينيت وكيخلون بتخطيط لإسقاط حكومة اليمين والذي إن وقع فسيكون الثالث في تاريخ إسرائيل اشتراط بينيت متزعم حزب المستوطنين أو ما يعرف بالبيت اليهودي تولي وزارة الدفاع خلفا لليبرمن أحدث دوامة قد تقود الحكومة نحو انتخابات مبكرة فيما أعلن الحزب إن بينيت ووزيرا آخر من الحزب ذاته سيدليان ببيان في البرلمان بجلسته المقبلة مما يثير تكهنات بأنهما سيستقلان ويجردان رئيس الوزراء من أغلبيته محاولات نتنياهو منع حل الكنيست بعد أن كان متحمسا جدا لحله وتبكير موعد الانتخابات دليل آخر على اهتزاز ثقته بنفسه كرئيس للحكومة بعدما بدأت تتبلور فكرة تقديم ثلاث لوائح اتهام ضده في قضايا فساد ما يجعله معنيا الآن باختيار مفتش عام للشرطة من المقربين منه لمساعدته على مواجهة بنود الاتهام التي من شأنها أن تؤثر على فرص فوزه بولاية أخرى في حال إجراء انتخابة مبكرة يشار إلى أن محاولات مشابهة قامت بها جهة داخل الكنيست الإسرائيلي لإسقاط حكومة ليكودي مرتين اتباعا كانت في عامي 1992 و1999 وهذا ما يخشن تنياهو أن يتكرر اليوم والذي رأى في تلك المحاولات سببا في طورة إسرائيل بما أسماها مأساة اتفاقية أوسلو وفي المرة الثانية تدهور الوضع وصولا للانتفاضة الفلسطينية الثانية